كذلك من الأسئلة الواردة أنا عندي 17 سنة ومخطوبة بآلي 9 شهور لشخص كويس الحمد لله بيصلي وعارف ربنا وفي ناس بيقولولي لو انت سبتيه ممكن ما تلاقيه زيه علشان هو كويس بس أنا مش مرتاحة معاه هل أنا لو سبته هيبقى حرام علي مع إن في الأول أما تقدم لي أنا كنت موافقة ومرتاحة أقول وبالله التوفيق يعني الزواج مبنى على وجود الارتياح الارتياح الأرواح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف فإذا كان هناك فيه ارتياح كل ورضى سواء من ناحية الزوج أو من ناحية الزوجة فالحمد لله إذا لم يوجد هذا الرضا فلا يظلم نفسه ولا تظلم نفسها لأن ممكن لو هي مش مرتاحة له وقبلت بذلك الزواج رغما عنها أو مع عدم وجود الارتياح لا تؤدي له حقه ولذلك أول أول خلع في الإسلام كان بسبب أن المرأة يعني كرهت زوجها وقالت أكره الكفرة في الإسلام أكره أن لا أؤدي حقه بسبب التنافر مع أنها كانت لا تنقم عليه في دين ولا خلق فلا اسم عليك في هذه الحالة إذا كان هناك نفرة حقيقية لا اسم عليك في هذه الحالة إذا كان هناك نفرة حقيقية لكن أحب أن أنبه كما ذكرت في البداية حينما تقدم لك لأول وهلة كنت مرتاحة فأخشى أن يكون هذا نزغ من نزغات الشيطان وإنت بتقدمي على الحلال الطيب وإنك تعف نفسك بحالة إنه يحاول يضيع عليك الفرص إذا كان الشخص مميزا فراجعي نفسك مراجعة جيدة في الجملة ما تتجاوزيش حد أنت مش كرهاء أو مش مرتحاله علشان ما تصدمهوش ومش هيبع عليك اسم ولا معصي هذه الإجابة لكن نتيقا من هذا الشعور طالما أنه كان في ارتياح سابق قد تكون هذه نزغة من نزغات الشيطان أو بسبب عقد مقارنات معينة خاطئة أو بسبب حسد أو مشابه فعليك أن تحافظ على الأسكار وتتريصي في الأمر وتقفي على حقيقة مشاعرك فإن كان هذا أمر طارئ فاستعيذ بالله ولا تستجيب ده وإن كان أمر غير طارئ وتأكدت من مشاعرك فلا إثم عليك في هذه الحالة وفي الجملة يعني مهما كان الإنسان كويس أو المرأة كويسة لو لم يحدث قبول في الرؤية الشرعية أو قبل الزواج ما فيش حرق أبداً في البعد ومش واجب عليها تقبله ولا واجب عليه يقبلها والله تعالى أعلم